المرأة دايماً لها دافع أساسي وراء كل حاجة بتعملها سواء كلام سواء فعل يعني لما تعمل لك صنية البطاطس لما تعمل لك أي حاجة في دافع أساسي وراء ده ويجي معها ده وفع تاني الدافع الأساسي هو إيه؟ إن هي عايزة تشعر بالأمان إنها لما تعمل لك ده هتحس بإن هي مرأة كاملة لما تقول لك على فكرة أنت وحشتني هي بتقول لك عشان تتأمنها فالدافع الأساسي عند المرأة هو ماذا؟ هو الاحتياج للأمان أما الدافع الأساسي عند الرجل بقى فهو الاحتياج للتقدير لما بيجي يحكي لزوجته عن متعبه في الشغل هو مش جاي لها عشان تحلله حاجة هي جاي لها عشان تقول له إحنا من غيرك ولا حاجة وناقصنا كم مليون حاجة يا حبيبي وحشتنا في غيابك عننا عايز تقدير عايز تقدير فلما هي تفهم أنه هو محتاج تقدير وهو لما يفهم أنه محتاجة أمان الاتنين يقدروا يفهموا الكلام أنا قلت لكم قاعدة عاملة كده زي بدايات الأبجدية أن أنت تعرف شكل الحروب بتتكلمي زي أي دي ده اللي بيسموه الخط النازم للغة المرأة والخط النازم للغة الرجل وزيك اللي تجي الست تقوله على جوزة إيه ده عايز يعمل أي حاجة أفضل أعظمه وما خلصه قلت له شكرا اشتركوا في القناة